شهر صفر من شهور الله تعالى وهو الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية بعد محرم وهو شهر وقعت فيه أول غزوة في الإسلام غزوة الأبواء في السنة الثانية من الهجرة وفتحت فيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة وفتحت فيه المدائن عاصمة الفرس في السنة السادسة عشرة من الهجرة ومن أفعال الجاهلية التي أبطلها الإسلام التشاؤم بأيام شهر صفر أو لياليه ففي الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فصفر كغيره من الشهور يقع فيه الخير والشر فالأمور كلها بيد الله وحده ولا يقع إلا ما قدره الله تعالى قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ترجمة نانسي قنقر